السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهده للقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد متكلم في هذا الفيديو كيف انفي الفعل هاف وهاز باللغة الانجليزية تحدثنا في فيديو سابق عن استخدام هاف وهاز في هذا اليوم كيف انفي هاف وهاز تابع معي نهاية الفيديو في نهاية الفيديو هناك تدريبات عن نفي الفعل هاف وهاز كمان اعلم هاف بمعنى يملك وهاز ايضا يملك لنفيها نحتاج الى فعل مساعد do not does not اذا لنفي هاف وهاز نضع قبلها do not does not طبعا ممكن اختصرها بدل الاو نعرف كلمة not لا بدل الاو نضع ابوستروفي تي يعني حذفنا الاو نضع ابوستروفي تي تصبح don't ايضا ايضا does not تصبح doesn't بهذا الشكل يعني don't بمعنى لا وdoesn't ايضا بمعنى لا نضعها قبل هاف وهاز ذا لدينا الضمار i he she it we you they سبعة ضمار كما نعلم i we you they نستخدم بعدها have انا املك نحن نملك you have يعني انت تملك they have هم يملكون وارد ان فيها فقط اضع قبلها do not او اختصرها don't يتصبح i don't have انا ليس لدي we don't have نحن ليس لدينا نعرف هي شيئة نستخدم بعدها has اذا اردت ان فيها كما نقول نستخدم does وحمل عليها not تصبح doesn't بهذا الحال لا استطيع نقول he doesn't has نستبدل has be have اذا he doesn't have she doesn't have it doesn't have اذا ننتظر لهذا الملاحظة he she she it نستخدم بعدها has لكن لا نستطيع نقول he doesn't has هذا خطأ لنعودنا does فيها s بهذا الحال نستبدل has be have او نحفظها بشكل بصم خلاص he doesn't have هو ليس لديه she doesn't have هي ليست لديها it doesn't have هي او هو ليس لديه لماذا لنعودنا does فعل قوي يأتي بعد الفعل بصيغة المصدر مصدر فعال الملك هو have او خلاص احفظها doesn't have don't have يعني خلاص has تحذف وتستبدل ب have don't have doesn't have ايضا نتبع i we you they don't بمعنى لا نحفظ بصم he she it doesn't يعني don't مع الجمع doesn't مع المفرد نريد ننفي هذه الجملتين كما نعلم نفي الجملة يعني نفي الفعل يعني ننفي has وننفي have كما نعلم نستخدم don't have او نستخدم doesn't have كيف نعرف اذا كان مفرد نستخدم doesn't اذا كان نجمع نستخدم don't اللحظة احمد مفرد وايضا الضمير هي يعني تصبح الجملة احمد او احمد نستخدم doesn't احمد doesn't have a car ليس لدى احمد سيارة او احمد ما عنده سيارة يعني باللهجة الدرجة واللهجة العامية احمد doesn't have a car احنا نعرف احمد ياخذ has لكن اثناء النفي بعد doesn't نستبدل has ب have دائما اذا نحفظه بهذا الشكل الفعل يملك بعد does وdo يصبح have the plants have green leaves لدى النباتات اوراق خضراء النفي يعني نفي الفعل نكتب الفعل نفسه the plants النباتات يعني they هي يعني النباتات نضع قبل الفعل have don't ونضع have كما هي تصبح the plants don't have green leaves they ليس لدى النباتات او ليس عند النباتات اوراق خضراء اذا لنفع الجملة قبل الفعل نضع don't have او doesn't have اعتمادا على الفعل اذا كان فاعل مفرد او he she it نستخدم doesn't اذا كان جمع او i we you they عند اذا نستخدم don't don't have يا ما سونا شي بس بدل has وضعنا قبلها doesn't واستبدلنا has به لماذا استبدلناها قاعدة عندنا انه بعد does وبعد do يأتي الفعل بسيغة المصدر مصدر فعال الملك هو have بهذا الشكل ايضا have فقط وضعت قبلها don't the boys have many books لدى الاولاد عدة كتب كما قلنا نستخدم don't have doesn't have لاحظ the boys الاولاد جمع نكتبه كما هو او نكتبه الفاعل كما هو دائما the boys النفي النفي الفعل have لنفيها نظام don't have نكتبه كما هي ونكملها جملة كما هي ايضا تصبح the boys don't have many books ليس لدى الاولاد عدة كتب او ممكن نقول the boys don't have any books the boys don't have any books يعني لسه لدي الاولاد اي كتب بدل many استخدم اي على حسب الجملة the boys has many books لدى الولد عدة كتب لاحظ the boys مفرد اذا نستخدم doesn't doesn't بمعنى لا كما قلنا has بعد does تصبح have the boy doesn't have many books ليس لدي الولد عدة كتب او بدل many استخدم any the boy doesn't have any books يعني الولد ليس لديه اي كتب اذا بالمختصر لدينا i don't have او do not have he she it نستخدم بعدها does not have او نختصر ها doesn't بهذا الشكل كما نعلم not احذف حرف الO استبدال ب apostrofy t اذا حذفت الO وضعت apostrofy t اذا تصبح he doesn't have او does not have we do not have you do not have they do not have او نقول don't have نختصرها ب don't don't have اذا جميع هاستخدمنا اللاحظ معها have مع كل ضمار ايضا اذا كان مفرد او اذا كان جمع اذا كان مفرد نستخدم doesn't اذا كان جمع نستخدم don't نحفظها بصم يعني مع المفرد doesn't have مع الجمع don't have يعني اذا كان الكلمة بداية الجملة مفرد نستخدم doesn't have اذا كان الكلمة بداية الجملة جمع نستخدم don't have اذا بهذا الشكل تكلمنا عن نفي have وhas باللغة الانجليزية اذا كان لدينا مفرد كما قلنا نستخدم doesn't have واذا كان لدينا جمع نستخدم don't have اذا قبل have وhas نضع doesn't و don't has حالة نفي تصبح have بهذا الشكل نهاينا درسنا هذا اليوم تكلمنا عن نفي الفعل have وhas فعل الملك في اللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة